موسيقى بل والرسالة التي نرغب في توصيلها هي كيف تكون محاميا نابها كيف يمكن أن تصبح متميزا ولذلك محاضرة النهاردة عبارة عن قراعة في أحداث يوم كامل في حياة المحام بداية من شهوق الشمس حتى نهاية اليوم يعني ببساطة شديدة عايزين ننقل لحضراتكم خبراتنا في كيفية التعامل كمحامي مع كل اللي هتقابلهم من أول ما تصحى الصبح لغاية لما تقفل مكتبك وتروح بالطريقة التي تعود عليك كمحامي معنويا وماديا وبداية أنا عايز أقول أنه بداية لابد أن يكون لدى كل من حضراتكم على مكتبه قدامه كده كافة القوانين المصرية الأكواد موجودة على مكتبك واللي مجابش يجيب لأنه منها دائما أنت تبدأ وقبل ما تفتح هذه الأكواد وتقراها عند اللزوم واجب عليك أن تقرأ قانون المحامة مرة واثنين وثلاثة لأنه ببساطة حضرات قانون المحامة هو ما يحوي حقوقك وواجباتك لازم تبقى عارف حقك فين وواجباتك ايه لازم تبقى عارف حقوقك فين وانت في اسم الشرطة وما تبقاش محتاج لسه تسأل وتبقى عارف حقوقك فين وانت في صرايا نيابة في الطرقة وتبقى عارف أيضا حدودك فين وتبقى عارف حقوقك فين وانت في غرفة التحقيق انا بعرض سريعا على موضوعات حضراتكم مكلفين ان انتو اللي تبحروا فيها انتو اللي تبحثوا وتقرؤ لازم تبقى عارف حقك فين وانت في غرفة التحقيق وتبقى عارف حقك بيبدأ امتى كمان في غرفة التحقيق وتبقى عارف ويجبك نحو نحو موكلك وانت في التحقيق ايه وايضا يجب ان تعلم متى تتكلم اثناء التحقيق ومتى تصمت ده طبعا استكمالا انك تبقى عارف حقك فين في قاعد الجلسة وحقك فين في قلم الكتاب ودورك ايه ده بيخلينا نأكد على انك لازم تعرف هذه الحقوق جيدا اللي هي ممكن تبقى موضوع محاضرة تانية من خلال قراءتك لقانون المحامات اللي اعتقد ان ناس كتير مننا مأجلين اريك لا في اقرب وقت لابد ان تقرأ قانونك لابد ان تقرأ البابين الخاصين بحقوق وواجبات المحامة على الاقل على الاقل تقرأ البابين دول وتعرف حقوقك واجباتك ايه مجموعة القوانين المصرية العقوبات والاجراءات والمدن والمرافعات والاسبات والاحوال الشخصية مجموعة قوانين يجب ان تكون اقرب اليك من حبل الوريد لازم تبقى قدامك دايما عندما تلتقي باحد موكليك لازم يبقى على شمالك على مكتبك اكواد المحامات اكواد القوانين لانه ببساطة الاكواد دي هي السماعة اللي انت بتكشف بيها على الازمة دي السماعة اللي بيكشف بيها الطبيب على المريض اول ما يدخله فبيحطها على قلبه فيعرف ان عنده مشكلة في القلب انت حضرتك بتستمع الى الازمة او النزاع وهو يعرضه عليك الموكل فتقوم بتوصيفه قانونا وتحدد هذه المشكلة بتحكمها نصوص ايه في قانون ايه فبيعرض عليك مشكلة في الاجارات فبتطلع قانون الاجارات بيعرض عليك مشكلة في الامتداد القانوني لعهد الاجار فتطلع من قانون الاجارات النصوص الحاكمة للامتداد القانوني لعهد الاجار تلك البداية تلك البداية الموكل بيتصر بحضراتكم تليفون يا أستاذ أو يا أستاذ أنا عايز أقابلك أولا يجب أن تحافظ على مسافة بينك وبين موكلك أيا ما كانت درجة العلاقة بينكم هذه المسافة لا تسمح له ولا تسمح لنفسك أنه يتخطاها هذه المسافة من الاحترام تجعل عملك معه كمحاميا ناجحا يعني ما تسمح لهش أنه ياخد عليك أو ولا يعشم فيك أو أنا أنا أقول كلام لحضراتكم من واقع خبرات حفظ على مسافة من الاحترام والود أيضا ما بينك وما بين الموكل في التليفون يجب أن تحافظ على هذه المسافة في مكتبك يجب أن تحافظ أيضا على هذه المسافة في إطار هذه العلاقة ما لم يكن بينك وبينه سلة قرابة وعليك أن تفصل تماما ما بين صداقتك له أو قرابتك للموكل وما بين عملك معه كمحام هيتصل بيك بالتليفون ياخد معك أو هيخبط على مكتبك ويدخل أنت هتسمع له تسعين في المية من الوقت اللي هو قاعد معك فيه اسمع له باستفاضة دعه يخرج كل ما لديه وإنت بتسمع له لابد أن يكون في إيدك وراء وقلب ولازم تكتب ملاحظاتك وإنت بتسمع له ولازم تدون في حديثه ما تلاحظ ليك من أمور مش واضحة أو تناقضات وفي النهاية لابد أنك تكون وجهة نظر في موكلة إن كان صادقا أو غير صادق كل ده ليه وصولا إلى أمرين أنت عايز حاجتين أنك تصل إلى حقيقة النزاع علشان ما تتحكش على نفسك لازم تبقى عارف الراجل اللي قاعد ده بيكلمك يقول الصدق أو لا يقول الصدق لأنه على ضغ ده هتحدد طريقة التعامل معه فلما تحدد إن كان يقوله صدقا أو غير ذلك تبتدي تحدد منبت النزاع عنده فين كل ده مش حيجي إلا لو سمعته باستفادة سمعت منه كل اللي عنده ودونت ملاحظاته بتبتدي تسأله على المستندات اللي تحت إيه إنت عندك أوراق إيه فين المستندات تدال على صحة ما تقول فين أوراق ملكيتك للأرض اللي أنت بتدعي إنها اغتصبت منك وتأخد المستندات اللي موجودة وإذا كانت مستندات غير كافية بتطلب منه باقي المستندات كتابة ادي له ورقة أقول له أنت عايز فيها إيه عايز منه ورقة إيه أيضا لازم تكون عندك المام كامل بلحظة بداية النزاع اللي هو جاي يعرضه عليك حتى اللحظة اللي هو قاعد معك فيها علشان ما تفاجعش وانت في نص الطريق وشغال في قضية إنه أصل الأستاذ ده كان رفع القضية دي قبل كده بس ما قالكش وكانت واخدى حكم أو إنه عمل إجراء تنازل فيه عن هذا النزاع وما قالكش لابد إنك تكون عندك كل التفاصيل من موكلك قبل ما تبدأ تحط ألم في ورقة استمعت حضرتك منه تماما إلى شكواه كاملة وتحصلت على المستندات اللي عنده كاملة واستطعت أن تكون وجهة نظر قانونية لحل هذا الأمر يعني عرفت أنت هتعمله إيه لو وصلت إلى هذا القرار وهو قاعد معك بها ونعمة طيب لو المسألة عايزة بحس أو دراسة يترك يترك شكواه وأوراقه وكل ما لديه ويدي لك فرصة اللي أنت تطلبها وابحث النزاع ابحثوا من خلال نص القانون وأنا عايز يعني في النص كده أوصي بأنك لابد أنك تكون زي السفنجة عليك أن تمتص كل القواعد القانونية والمواد القانونية وأحكام النقد وأحكام الدستورية ما يقعش في إيدك حكم أبدا ويعدي لازم تقرأ حتى ولو في عجالة حتى ولو أريته في التلت الأخير من العبارة اللي المحكمة بتقول فيها لما كان هذا وكان البين وأن النزاع مقطعه وكذا ولذلك أسباب الحكم الأساسية اللي المحكمة أسست عليها ما يعديش كده ما ينفعش تشوف حكم للمحكمة الدستورية وأكيد أنك ما شوفتش حاجة مش ممكن أنت لو ما تغدتش وأريد حكم للمحكمة الدستورية هتشبع الكلام الكلام دا حضرات بيخلق فينا ما يسمى بالملكة القانونية اللي لازم بحضراتكم جميعا عندكم التصميم على أنه تكتسب تلك الملكة القانونية يعني إيه الملكة القانونية القانون يا حضرات ببساطة شديدة القانون هو المنطق ما هو مش متصور أن المشرع وهو بيكتب القاعدة القانونية بيكتبها بالشمال يعني أو أنه يحط قاعدة قانونية تخالف المنطق وبالتالي اللي بيحط القاعدة القانونية هو بشر والقاعدة القانونية دايما بتبقى نتيجة حوار ومناقشة زي حضراتكم لو حبينا نقص القاعدة قانونية أو مادة في القانون دلوقتي جديدة نستحدثها هنسمع رأي حضراتكم ومن خلاصة هذا الرأي هنصيغ المادة القانونية اللي بتحكم الموضوع اللي احنا عايزين ومن ثم يستحيل انه تبقى في نص في القانون عكس العقل ولذلك لما يغيب عنك النص لما يعجزك النص لما تبحث عن النص وما تلاقيهوش العقل موجود اعمل عقلك او اعمل عقلك في بحث النزاع اعمل المنطق في ميزان الامور ما بين الحقوق المتقابلة تستطيع بما انك تحمل ميزان فيه المنطق انك تقول الحق في اي من الجانبين الى ان يسعفك النص القانوني يعني لغاية لما تلاقي المادة اللي بتحكم النزاع اللي انت عايزها شغل العقل ممكن تلاقي نص القانون لكنه على ابهام وغموض يخليك مش فهم حاجة برضه فتبقى محتاج تلاقي حكم محكمة النقض في هذا الموضوع لانه هو اللي بيفصص النص لانه محكمة النقض هي اللي بتخفف حدة النص هي اللي بتوضح حالات تطبيقه بشكل افضل ما اسعفنيش النص لانه وارد جدا انه ابقى موجود في مكان فيفاجئني احد الاشخاص يسألني سؤال وانا مش الاجابة الاجابة مش حضرة نعم للعقل في قياس المنطق اين المنطق فيما تقول اين المنطق في هذا النزاع وغالبا عندما تعصر على النص القانون اللي انت بتدور عليه لابد ان يكون متوافقا مع هذا المنطق لازم تلاقيه سهل جدا انه يعدي في عقلك مش هيوقف مش حتلاقي يعني داخلك اعتراض في هذا النص وانت بتطبقه لانه ببساطة لما بيحصل هذا الاعتراض يعني لما بيصدر نص قانوني عكس العقل عكس القانون ببساطة شديدة يشعر به المحامين وحضراتكم تعرفوا انه النصوص القانونية اللي بيتحكم بعدم دستوريتها اللي بيتحكم بانها غير دستورية وغير قانونية بيبقى بداية الشرارة فيها للمحامين لان المحامي هو اول من يشعر بانه هذا النص غير دستوري النص ده بيعطل مبدأ من المبادئ الكلية في الدستور بيتعرض مع الحرية مثلا اول من يشعر بده هو المحامي اول من يستخدم النص القانوني فيشعر انه فيه تمييز ما بين الناس بلا مبرر هو المحامي وبالدالي وجدانك وعقلك خليه دايما فلتر لأنزعة الناس اللي بتعرض عليك ولنصوص القوانين اللي انت هتطبقها في هذه اللحظة يبدأ التمييز في هذه اللحظة بتبقى متمكن من موضوعك متمكن من السيطرة على قضيتك ومن التعامل مع موكلك لانه احنا احنا مش بنشتغل المحاما ببلاش انت محتاج عشان تؤتي لك المحاما صمرة ان يكون لها عائد لن تستطيع ان تحصل من المحاما على العائد الذي ترغبه الا ان كنت متمكنا زي الفارس كده على الحصان لو ملكت موضوعك هتستطيع ان تطلب ما تريد لانه الحقيقة ودي مسألة ولاحظها في بعد الزمل المحامي شاطر وفاهم لكن لما بيجي يتكلم في اتعابه بتجي له حالة من يعني بيتلخمت جامع حاجة ودي شوف يعني دي نصيحة مهمة كن واثقا محددا في التلت الاخير كده من كلامك مع موكلك حدد انت عايز منه كام يعني هو يبقى بتكلم في حاجة تاني وانت بتفكر انت كده اتعاب القضية دي كام وبمجرد ان تنتهي من تحديد انت هتعمله ايه والنتيجة المرجوة ايه حدد اتعابك واطلبها منه وافق اهلا وصلا ما وافقش لم الورق ودهوله ده لانك ببساطة شديدة لو بزلت جهد زهني ويدوي ومحكمة وجلسات ومستندات وخبير والى اخر دون ان تحصل على المقابل الذي تستحبكم الذي يجعل منك محاميا تحترم نفسك يبقى ملوش لازم طبعا هذا الكلام يمكن الزميلات يعني يعني ممكن يبقى يبقى مش مناسب اول لكن انا بقول برضو انه احصولي ايضا على حقه لو انت بتشتغل في شركة بتمرسي فيها اعمال المحامية محامية لدى شركة يجب ان تتفق على راتبك او مرتبك او دخلك من الشركة بوضوح ايضا يجب ان يشمل هذا الاتفاق انت واجبك ايه في الشركة وشغلك ايه بالتحديد طيب حننتقل انه من المرحلة دي اتفقنا وخدنا الورق والاستاذ اتوكل على الله مش عليك ان تبدأ بكتابة بداية نزاع انت حدد في نقاط حدد في نقاط انت هتعمل قضية ايه هترفع له دعوة بايه وما يحكمها من نصوص هو ايه واعمل مسج ما بين هذه النصوص الحاكمة لهذا الموضوع وما بين المستندات والوقائع الخاصة بموكلك وابدأ اكتب صحيفة الدعوة وهنا لازم تستلهموا في هذه اللحظة روح الادباء يعني ما تكتبش عريض الدعوة صمة كده ما ينفعش ابدأ في كتابة عريضة الدعوة بمنبت النزاع او اصل النزاع مرة واحدة لانه لازم حضراتكم طراعوا انه اللي هيقرأ صحيفة الدعوة دي بشرة ممكن ما يكملش الصحيفة ممكن انا اكتب صحيفة اول ما حضرتك تقريها او حضرتك في السطر التالت تقلبها وتركنها لكن عليك ان تختار الاسلوب الذي تصيغ فيه شرح وقائع الدعوة اختار الاسلوب اللي يجعلني لا اترك صحيفة الدعوة اللي انت كاتبها الا في الصفحة الاخيرة هذا الاسلوب وهذه الطريقة احنا ما بنتولدش بيه يعني احنا مش بنتولد عارفين نكتب كيف نكتب بصياغة ادبية وبلغة عربية لا احنا بنكتسب ده احنا بنتعلم ده انا شخصيا تعلمت ده من ملفات الحفظ اللي كانت في مكتب استاذي اللي تعلمت عنده فكنت اطلع الملفات الاديمة بتاعت الحفظ واقرى صحف الدعوة اللي هو كاتبها اديمة فاتكسب منها الطريقة التي شرح بها الدعوة ايضا اعرى حكم النقد من الصفحة الاولى للاخيرة ستكتسب اسلوبا قانونيا مرتبا منظما يرتب مقدمات على نتائج لوحدك واللي اجمل من ده احكام المحكمة الدستورية احصل عليها من اي مجلة المحامة اللي بتنزلها النقابة فيها فيها احكام محكمة الدستورية بنطلع كتاب مجمع لاحكام المحكمة الدستورية وسانت موقع المحكمة الدستورية ايه حكمين او ثلاثة او اربعة للمحكمة الدستورية وبعدين ابقى كلمني يقول لي احساسك ايه بعد ما قريتهم عن قبل ما تقرأ سغط دعواك بالطريقة التي تصل الى عقل هذا القاضي الذي سوف يحكم ولازم يبقى في في تقديرك دايما ان انت مش بتكتب لنفسك انت بتكتب عشان القاضي الذي سوف يحكم يعرف يقرأ ومش بس يعرف يقرأ لا يقرأ ويفهم هو يا حضرات في الفصل الدراسي في المدرسة مين اللي بيبقى واقف ومين اللي بيبقى قاعد الطالب قاعد واللي بيعلمه هو اللي واقف انت اللي بتحط ايدي القاضي على النزاع وحل النزاع وانا كخص مليك في القضية بعرض وجهة النظر الاخرى انا وانت اللي بنحدد للقاضي وجهتين نظر المدعي والمدعي عليه وكلانا محامين احنا اللي بنحدد للمحكمة وجهتين نظر في هذا النزاع الواحد بمكان تعالى فوق تعالى فوق لا لا فوق فوق ترجمة نانسي قنقر سوانا يا جماعة هنتضمن عليه دلوقتي ان شاء الله اون هو الزميل حليل اغماء بس هبوط هبوط بسيط كده وهيبقى كويس ان شاء الله اعداد صحيفة الدعوة الاعداد القانوني اللازم ماينفعش انه صحيفة الدعوة تبقى كلام مرسل بس يعني احنا مش هنكتب قصة ادبية مرسلة فقط لابد انه في اعدادك لصحيفة الدعوة وانت بتكتب بتكتب من واقع النزاع اللي انت بتتكلم عنه وايضا من واقع ما يؤيده من مستندات تحت ايدك وده بعد ما تدرس نصوص المواد وتقرأ التعليقات عليهم وتقرأ نصوص المواد المرتبطة لانه القانون حلقاته متصلة وهتفتكر ان فيه نص في القانون المدني في المادة عشرة مثلا مالوش علاقة بالمادة تلتمية ما ينفعش اوعى تعتقد انه صحيفة الدعوة اللي انت بتحررها في قانون الاجارات ملاش علاقة بقانون المرافعات فلابد انه عندما تنتهي من كتابة صحيفة الدعوة انك انت شخصيا تكون مقتنع بيها المسألة قبل الاخيرة في هزي النقطة انه التعامل بتاع حضرتك بيبدأ من فين خلاص احنا اتكلمنا في مرحقة التعامل مع موكلك في المكتب يعني ده في الفترة الخاصة بممارسة عملك في مكتبك الخاص بتتعامل ازاي مع الموكل حقوقك وواجباتك ايه عليه انت اعداد صحيفة الدعوة والصبح في المحكمة شوفوا حضراتكم لو ما كنتش عارف حقك كويس حتى لو حد سألك عليه مش هتعرف تجاوي لو انت مش عارف واجبك ايه كمحامي وانت في اسم الشرطة لو حد عارضك في حاجة وانت بتعملها في الاسم انت مش عارف ده حقك ولا مش حقك فمش هتعرف ترد وبرضو في النيابة وبرضو في قاعة الجلسة ولذلك انت حضرتك من حقك انك داخل خصم الشرطة ومعك توكيل من احد المواطنين وانت محاميا ومعك ما يثبت شخصيتك انك تحرر المحضر اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه بالوقاع اللي انت عايزها بمستندات او بدون مستندات طيب من غير مستندات ازاي من غير مستندات تعتبر بلاغ وتتعهد فيه في هذا البلاغ انك تقدم المستندات في النيابة او في المحضر تفتح مرة تالي من حقك ازا ما كانش بلاغ تعمل محضر اسبات حالة لاي وقعة شريطة ان يكون ليك سفة فيها ايضا انا زعلتك ولا حاجة طب انا السبب اسم الشرطة في وحدتين وحدة التحيات ووحدة المباحث في وحدة المباحث لا تتعامل الا مع رئيس المباحث او احد المعاونين وان لم تستطع سيبوا وانزل اشتكيف النيابة في وحدة التحيات عندك المأمور ونائب المأمور ورئيس وحدة الضبط او رئيس التحيات اللي هو الضابط النباطشي اللي موجود في النباطشي لو بتعمل اجراء في اسم الشرطة انت على يقين انه من حقك ومعك مستند يفيده ومعك اسم اللي هتشتكيه ومعك عنوانه ومعك صفاته ومعك المستندات اللي هتوضعها مفيش مخلوق يقدر يمنعك انك تعمل تعمل طب تعنت معاك المأمور تعنت معاك زابط التحيات عندك ما بالمأمور تعنت ما بالمأمور عندك المأمور تعنت المأمور عندك لغاية مجير الامن بالورقة والألم اكتر هقول لحضرتك اكتر ما يزعج كل الجهات اللي بتتعامل معها هو استخدامك للورقة والألم لانه ده فن هم لا يجدوه دي طريقة هم ما بيعرفوهاش فانت لما تستخدم الورقة والألم بتتعبه شريطة انك يكون عندك حق وتعرف توصف هذا الحق وبالتالي هو هيمتنع ايضا عن المحضر انت تعمل شكوى في النيابة بما مضمون بلاغك والنيابة هتقشر لك عليها للإسم لعمل المحضر اللازم دي امور هتكتسبوها مع الوقت بالخبرة لكن انا عايز اقول لكم من ديه انه مفيش طريق سد انت هتفتح اللي هيتسد في وشك اي باب يتسد في وشك هتفتحه بس بالألم وحتفتحه بالعقل تعامل بمنتهى الزكاء والابتسامة في وش اي حد بتتعامل معاه في الجهات اللي بنتعامل فيها وخليك واسق وانت بتطلب الطلب اللي انت بتعمله ما تعملش خد الخطوات الاعلى في معاون نيابة في وكيل نيابة وبعدين في مدير نيابة وبعدين في رئيس نيابة وبعدين في محامي عامل وبعدين في رئيس نيابة استقناف وبعدين في نائب عام مساعد تخيل تخيل انت لو عملت شكوى في حد من دول في مكتب النائب العام المساعد انه مش هينام حتى لو ما كانش عندك حق وعذروني في ده ولذلك ما تنفعلش ولذلك ما تحبطش بسرعة من اول ما تدخل باب المحكمة لازم تطلع الالم من جيبك يبقى في ايدك ده هو ده سلحك وتبقى عارف انت رايح فيه التعامل مع الم المحضرين والم الكتاب والقلم الجناهي في النيابة وانت بتعمل اجراء لازم تروح جاهز باللي مطلوب ما تتحيلش على حد انت يا رايح تعمل استقناف مطلوب منك الكرنين وسند الوكالة وطلب روح جاهز عشان ما يفتحش بكم فعشان تحفظ على نفسك كرامة وعشان تنجز العمل اللي انت عايزه في اسرع وقت يا رايح تنيا ارجع تاني وااااة اؤكد على مسألة انه ايواة لازم تتعلق بالمت 스타일 الحزم والجدية وايضا الابتسامة يعني ما هو انت مش مطلوب ان انت تخش مقشر كده على ودي هنستكملها في جزئية واحنا بنختم وانت بتترافع يا اخوانا احنا كلنا بشر ولازم تبقى مدرك تماما وعارف انت بتقول ايه مع مين فين يعني لازم تختار الطريقة وده مش عيب على فكرة هذا فن لابد انك تكتسبه مش عيب ابدا انك تعرف ازاي تتكلم لانه انت بتكلم مع مين وفين وسحكام وفين محكمة يعني الطريقة التي تتعامل بيها مع هؤلاء الذين نتعامل معهم هذه الطريقة يتوقف عليها نصف النتيجة اللي انت عايزها صدقوني هذا كلام حقيقي قد تكون صاحب حق تماما لكنك فشلت في كيف يصل هذا الحق او تصل به الى وجدان من يقرر هذا الحق اه انت مش هتعييك الوسيلة انت مش هتتكتف حتى لو ما معرفتش توصل وهو ما دكش حقك لديك من الوسائل وطرق الطعن والتظلمات اللي هتجيب حقك برضو لكن ليه لان انا عايز اقوله ليه يجب ان نكتسب افضل الوسائل التي نصل بها الى افضل النتائج في اقل وقت ببساطة شديدة تستطيع ان تحصل لانه تاني هقول احنا بشر ما هل بيه رئيس النيابة اللي قاعد يقشر لك على الطلب اللي ممكن يكتب نظر وارفاق وانت طلب القانون فيقول لك وجهة نظر يا استاذ تفضل اشتكين عند المحام العام هذا هو هو الشخص اللي ممكن لما دخله انا يقول لي قوي قوي يا سلام ينفذ يصرح حسب التعليمات فورا المعيار الشخصي ما لم يكن هناك شخص مريض خلينا نتفق انه فيه ناس مرضى لو جالوا مين هو غلس ده بنعرفه يعني وما بنسكتش عليه والمحامين دائما لما بتتطفق على ان فيه واحد مش اهل للمكان اللي هو فيه على فكرة النقابة ما بتسكتش وما بينسبوش في مكان لكن هبقى انه هو مستغلسك انت يبقى انا ابحث عن السبب يجوز يجوز انا وداخله علش كنت لابس تشيرت كده وعليه مش عارف ايه وهو مش عاجبه ده هو من حقه هو قاعد لابس بجلته وقرفطته وقاعد وعايز اللي يدخله يبقى ملتزم قد يبقى ملتزم قد يبقى ملتزم قد يبقى ملتزم فيقولك نزر وارفاق لن يستطيع كائن من كان ان يحول الحق الى باطل مش ممكن تكون بتتكلم في قضية اه صحيحة ويتطفق الجميع عليك ويقلبوها باطل مش ممكن من المؤكد انك هتنتصر في النهاية اللي عايزة اقوله انه يومك بيبدأ بفضل من الله عليك وعلينا بصحة بتفاؤل بامل في انك اه توفق ايضا بانك تبقى عارف انت النهاردة ما تنزلش كده يعني ماينفعش ماينفعش تبقى دماغك مش مرتبة لازم تبقى عارف النهاردة اولوياتك ايه وما تعتمدش غير على الورقة والقلم اكتب واحد اثنين ثلاثة قولي ربنا يوفقك فيه سلوكك سلوكنا الشخصة بينعكس علينا ماديا ومعنويا سلبا واجابا كلنا لنا اصدقاء نتعامل مع اصدقائنا وحقنا ولينا حياتنا شخصية لكن في اوقات العمل وفي محيط العمل وفي محيط الاسرة والاصدقاء والزملاء حافظ على ان تبقي لنفسك قدرا كبيرا من القرامة والاحترام اللي هينعكس عليك صدقني مادية ودي اولوية لمظهرك حيرجعلك مضروب في عشرة حيرجعلك مضروب قيمته في عشرة ابتعد ايضا عن التواجد في الاماكن اللي ممكن حد ينتقدك يقول شوف أستاذ محمد شوف يا أخي قاعد على القهوة اللي مش عارف ايه لأ ممكن يكون دا حقك بس ما تخليهوش بالشكل تضحك ليه تخليهوش بالشكل اللي تنتقد فيه لكن مش هطول عليكو عن كده ختاما انتم من تستطيعوا تحديد انتم عايزين ايه